تجاربي للألعاب لهذه السنة كانت برعاية ألعاب البومر شوتر ورغم العديد من العناوين التي جربتها إلى أن أغلبيتها صدرت هذه السنة وهذا الأمر راجع للشعبية الكبيرة التي تعرف هذا النوع من الألعاب التي جعلنا نشهد كل هذه الإصطارات وصراحة أغلبها كانت تتشابه لكنني دائما ما كنت مستمتع برحلة تحطيم كل ما يتحرك أمامك واحد العناوين التي قدمت لي هذه المتعة هي الجزء الثاني من Forgive Me Father لكن هذه التجربة المميزة لا تزال تعاني من الكثير من المشاكل يحدث الأستوديو المطول عمل عليها قبل الإصطار الكامل للعنوان وسنتعرف على كل هذا خلال مراجعتنا هذه Forgive Me Father جزء الثاني يأتينا من تطوير بايت بارل وبعد سنة واحدة فقط من جزئه الأول الذي حقق نجاح واسع وهنا كانت أول مشكلة مع هذا العنوان وتسرى الأستوديو في إصطار جزئه الثاني هل سيأخذك في تجربة بومر شوتر حتى أنه لا يمكن أن نطلق على الجزء الثاني أنه يقدم قصة بل كانت بعض الرسائل تجدها في غرفتك في السجن بعد الانتهاء من كل مرحلة وهذا الأمر على عكس جزئه الأول الذي كان يقدم قصة وأداء صوتي والأستوديو المطور وعد على تقديم قصة وأداء صوتي لكن ستوفر مع إصداره الكامل ومعها سنعرف إجابات لماذا استيقظ شخصيتك فيما صح النفسي ولماذا تقوم بتصفية هؤلاء الناس وهل هذه الأمر تحدث في مخيلته فقط أو الواقع وخلفها أحداث تحتاج لتفسر وهذا النوع من التجارب سيحتاج لقصة لتكون كدافع فقط وليست بتلك الأهمية لكن وجودها بشكل محترم يجعل من العنوان يكسب نقاط ويجعل من التجربة أفضل خاصة لو قررناها مع جزئه الأول الذي كان جيد في هذا الجانب بالنسبة للجيم بلاي الموجود هنا هو كل ما تمنى في تجربة بومرشوتر لكن الأستوديو كان شح جدا في تقديمه لهذا المحتوى وكل ما تحتاج لفعله هو التجول في هذه المناطق وتدمير كل ما يسير أمامك وبالتحدث عن المناطق الليفل ديزاين كان متواضع جدا لا يوجد تلك الأشياء المبهرة مجرد ممرات بسيطة وفي بعض الوقت تجد نفسك ضائع أضف لهذا الألغاز الموجودة ودائما ما تبدأ في أحد المناطق والبوابة الموجودة أمامك هي البوابة التي تحتاج لفتحها للانتهاء من هذه المرحلة وهنا تبدأ في رحلة للبحث عن مفتاح الخاص بها وستسلوك كل مصارات لتعود لهذه النقطة أضف لهذا وجود العديد من المصارات والأشياء التي تحتل جمعها تكون حقا مخفية وسيكون من الصعب جدا العثور عليها إن كانت بوابة سرية أو ممرات خفية أما بالنسبة للأسلحة فهنا يوجد تنوح هائل وحاليا بالتحديد يوجد 15 سلاح بين شد القنرايف الأسلحة قريبة ومن يرمي القنابل ومع كل تحديد يتم إضافة أشياء جديدة والجميل في هذه الأسلحة هو أشكالها الأنميش الخاص بها صوت الطلاقات حتيت كل شيء حولها حتى أنه لو أعجبك أي سلح يمكنك الذهاب إلى المنطقة الأساسية هذا السجن وشرائه مباشرة من هناك عبر الأموال التي تجمحها من المراحل ويمكنك أيضا من هذا السجن إعادة أي مرحلة وقت ما تشاء وتحاول خلال إتمامها بنسبة 100% وإلى جانب هذا يوجد بعض القدورات أيضا تحتل شرائها يمكنك فقط استعمال ذات منها في نفس الوقت تعطي بوز لشخصيتك لكن لن يكون لها ذلك التأثير الكبير على عكس الأسلحة وإن نجت من هجمات الأعداء أو من رصاصها من يجب أن تبقى تتحرك دائما وبما أن شخصيتك تسرح تلقائيا هذا يساعدك على تجنب الهجمات لكن هذا الأمر لن يكون من السهل مع كل هؤلاء الأعداء الذين يهاجمونك دفعة واحدة وبالتحدث عن الأعداء مشكلة الوحيدة معهم هو عدم موجود تنوح كافي ورغم أن التجربة لن تأخذ منك أكثر من ثلاث ساعات لتختيم العنوان إلى أنه في أول مرحلتين ستواجه 90% من الأعداء الموجودين في اللعبة وأضف لهذا زعيم واحد فقط موجود وقتاله كان حقا ممل لكن تم إضافة في آخر تحدث زعيم جديد وكما ذكرنا في البداية مشكية هذا العنوان أن الأستوديو تسرع كثيرا في إصداره ويمكن أن نطلق عليه أنه في مرحلة ما قبل الليلة أكسيس بالنسبة لجانب المرئيات الصوتية وأداء العنوان هنا هي نقطة قوة وإن يتميز Forgive Me Father الجزء الثاني مع هذه المرئيات الجميلة التي تجعل في بعض المرات توقف للتأملها وأضف لهذا التنوى في المناطق ورغم أن الليفل ديزان كان متواضع إلا أن المناطق قدمت مع تنوى هائل في البيئات وهذا هو الأمر الذي يجعلك تحمس تجربتها من جديد أضف له الأداء المستقر بدون أي مشاكل ولكن الجزء ستفسد من تجربتك هذه Forgive Me Father الجزء الأول قدم تجربة جيدة ومتكاملة وهت بعده الجزء الثاني ليقدم تقريبا نفس الفكرة حتى يمكن القول بشكل أحسن لكن ليست كاملة وليس فقط لأنها في مرحلة L-Access لا العنوان لا يزال يحتاج لكثير من المحتوى وقصة قدم بطريقة صحيحة على الأقل مثل الجزء الأول ومن كل ما ذكرنا ينقلنا للسؤال الأهم هل يستحق Forgive Me Father الجزء الثاني الشراء الإجابة هي نعم لأن المطورين بشكل مستمر يحسنون من التجربة ولو استمروا بهذا الشكل من المتوقع مع مغادرة العنوان مرحلة L-Access سيكون لدينا تجربة ممتازة لكن مغادرة العنوان لمرحلة L-Access يعني سيزداد السعر لهذا من الأفضل حصل عليه حاليا إن كان مع تخفيز سيكون أفضل بكثير والاستمتاع بالتجربة كاملة وقت مغادرة العنوان لمرحلة L-Access وهذا سيكون بتاريخ 24 أكتوبر وإلا أنشاء بحق نختم حلقتنا لليوم أتمنى إذ ما قدم نعنى الإعجاب كما لا تنسونا من السبسكرايب واللايك ولا فيديو آخر نستودعكم الله سلام